اهلا وسهلا بكم اعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الاستاذة نوف بن سعد القحطاني اليوم باذن الله سنكمل الوحدة السابعة وحدة المنشآت الصغيرة شرحنا في الحساس الماضية احبتي تعريف المنشآت الصغيرة وسماتها واهدافها والخصائص الواجب توفرها في الشخص لينجح في تأسيس منشآت صغيرة ايضا تعرفنا احبتي على خطوات تأسيس المنشآت ولخصناها في اربع خطوات الخطوة الاولى كانت البحث عن الفرص الاستثمارية والتوصل لفكرة محددة اما الخطوة الثانية كانت عبارة عن دراسة الجدوى وتناولنا اهمية دراسة الجدوى ومراحل دراسة الجدوى الستة ثم انتقلنا بعدها للخطوة الثالثة وهي اعداد خطة العمل لتنفيذ المشروع وعرفنا محتويات الخطة العامة للمشروع وأخيرا انتقلنا للخطوة الرابعة وهي الخطوة الاخيرة اختيار موقع المنشآة وأهميته وعرفنا انه عند اختيار موقع تجاري لبيع الزهور لا بد ان يختلف عن اختيار لموقع تجاري لبيع تغيير السيارات اذا اختيار الموقع مهم جدا لجذب المشتهلكين ثم تعرفنا على الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند اختيار موقع المنشآة أو المشروع اذا خطوات تأسيس المنشآت هي البحث عن الفرص الوظيفية والاستثمارية والتوصل لفكرة محددة ثم دراسة الجدوى والخطوة الثالثة هي اعداد خطة لتنفيذ العمل والخطوة الاخيرة هي اختيار موقع المنشآة وأهميته اليوم عزيز الطالب يتوقع منك في نهاية الدرس ان تكون قادرا على توضيح المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة ماذا اقصد بالمعوقات المعوقات هي العقبات او المشكلات اذا ما هي المعوقات التي ممكن ان تواجه المنشآت الصغيرة هي عدم كفاءة الادارة نقص الخبرة عند مالك المشروع الافتقار للتخطيط الاستراتيجي النمو غير المسيطر عليه الموقع غير ملائم سنأخذ اول معوق من معوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة وهو عدم كفاءة الادارة ما معنى كلمة كفاءة؟ معنى كلمة كفاءة اي الاهلية اهلية القيام بالعمل الكفاءة بالعمل اي اهلية القيام بالعمل اي لديه مهارة او مقدرة اذا لماذا اقول كفاءة في العمل اي لديه القدرة على انجاز هذا العمل ومن المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة هي عدم كفاءة الادارة ما المقصود بعدم كفاءة الادارة؟ أن يتسرع المالك في اتخاذ القرارات الحساسة التي لا يدرك عواقبها وعدم القدرة على اتخاذ القرار الصحيح سبق ودرسنا خطوات اتخاذ القرار في مقرر المهارات الإدارية وتعرفنا أنه يجب على القائد أو مالك المنشأة أن يمر بعدة خطوات من أجل اتخاذ القرار الصحيح حتى ينجح في إدارة شؤون منشأته ما هي خطوات عملية اتخاذ القرار من يسترجع معي هذه الخطوات الخطوة الأولى هي تحديد المشكلة الخطوة الثانية هي جمع المعلومات أما الخطوة الثالثة هي وضع الافتراضات ووضع البدائل هي الخطوة الرابعة أما الخطوة الخامسة هي اختيار البديل الأنسب والخطوة السادسة هي تنفيذ البديل وتقييمه مثال على عدم قدرة كفاءة الإدارة هي شراء بعض الآلات اللازمة للمشروع أو مثلا عندنا مالك راح واشترى بعض الآلات لمشروعي بطريقة متسرعة وعشوائية بدون ما يعرف الخصائص لفئة تلك الآلات أو فنية تلك الآلات إذن من خلال المثال ما الخطأ الذي وقع فيه صاحب المنشأة هنا طلاب افتقد صاحب المنشأة أو المالك مهارة عملية اتخاذ القرار لأنه تسرع ولم يجمع المعلومات اللازمة عن الآلات التي يحتاجها في عمله وكذلك لم يجمع المعلومات عن طريقة عمل هذه الآلات وهل هي مناسبة لمشروعه أم لا إذن ما المقصود بعدم كفاءة الإدارة؟ المقصود بذلك هي عدم القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة والتسرع فيها إذن أول عائق يواجه المنشآت الصغيرة هو عدم كفاءة الإدارة لا بد من الابتعاد عن التسرع في اتخاذ القرارات الحساسة طيب أما الخطوة التي تليها هي نقص الخبرة عند مالك المشروع بحكم أنه ما عنده كفاءة أكيد رح يكون عنده نقص في الخبرة ماذا أقصد بنقص الخبرة؟ أي ليس لديه تجارب سابقة ولا علم في هذا المجال والخبرة هي نوع من المهارة المكتسبة مع مرور الزمن فيجب عزيز الطالب عندما يقوم المالك بإدارة منشأته معرفة العديد من المهارات التي سبق درسناها في عناصر العملية الإدارية التي هي التخطيط والمتابعة والرقابة والتوجيه وإجراء بعض الدراسات اللازمة وجمع المعلومات هذه كلها سبق وتعلمناها في الوحدات السابقة إذ يجب أن تتوفر لدى المالك مهارة التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة لإدارة منشأته وقد لا تجتمع هذه المهارات في بعض أصحاب المنشآت الصغيرة نظرا لنقص الخبرة إذن ما المقصود بنقص الخبرة عند مالك المشروع المقصود بأنه ليس لديه تجربة سابقة ولا علم في المجال الذي قام بإنشائه وكذلك أنه ليس لديه مهارات عناصر العملية الإدارية التي سبق وتناولناها من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة وغيرها الخطوة أو المعوق الذي يليه هو الافتقار إلى التخطيط الاستراتيجي ما المقصود بالتخطيط الاستراتيجي؟ سبق وتناولنا معنى التخطيط الاستراتيجي في الوحدة الثانية المقصود بالتخطيط الاستراتيجي طلاب الأعزاء هو عبارة عن تخطيط بعيد المدى يقوم على خطوات اتخاذ القرار التي سبق وتطرقت إليها وسبق أيضا درسنا التخطيط الاستراتيجي كما ذكرت في الوحدة الثانية في وحدة التخطيط إذن ما المقصود بالافتقار إلى التخطيط الاستراتيجي هو البعد عن التخطيط بعيد المدى الذي يقوم على خطوات اتخاذ القرار اللي سبق وتطرقنا لها أما فيجب على مالك المنشأة أن يصنع خطة شاملة بعيدة المدى يحدد فيها إيجابيات وسلبيات فتح المنشأة ما هي المخاطر المتوقعة؟ هذا كل في التخطيط الاستراتيجي ما هي إيجابيات وسلبيات فتح المنشأة؟ ما هي المخاطر المتوقعة في مواجهة المنشأات؟ يضع الحلول لهذه المخاطر التي قد تواجه المنشأة وكثيرا من أصحاب المنشأات يفتقد هذه المهارة أو قد يهملها ما السبب في إهمالها؟ أعزاء الطلاب نظرا من وجهة نظر صاحب المنشأة أنه يرى أن منشأته صغيرة فلا تحتاج إلى تخطيط استراتيجي إذن ما هو العائق الذي تطرقنا له هو الافتقار إلى التخطيط الاستراتيجي وهو أن يقوم مالك المنشأة بوضع خطة استراتيجية شاملة وبعيدة المدى للمنشأة وهذا ما يفقده كثير من أصحاب المنشآت لاعتقادهم بعدم أهمية هذه المنشأة الصغيرة المعويق الذي يليه هو النمو غير المسيطر عليه أي التوسع وكما نعلم طلابي أن التوسع من أهداف المنشآت الصغيرة وسبق وتطرقنا له إلا أنه أحيانا يكون سببا في فشل المنشآة ما السبب في ذلك؟ السبب قد يكون عدم التخطيط الجيد لهذا التوسع فعندما يكبر طلابي حجم العمل أو حجم هذه المنشآة يعتبر هذا مؤشر جيد لكن بشرط أن هذا التوسع لازم نحسب حساب أنه يحتاج لمزيد من الأيد العاملة لمزيد من المتابعة والرقابة أكثر مما كانت عليه من قبل لماذا؟ لمواجهة المشكلات أولا بأول وهذا يدل على أهمية الرقابة وسبق وذكرنا ذلك في مبادئ الرقابة وذكرنا أنه كلما زاد حجم المنظمة كلما احتاجت لنظام رقابي أكثر دقة من ذي قبل إذن من المعوقات هو النمو غير المسيطر عليه وما المقصود به؟ المقصود به أنه أحيانا يكون التوسع سببا في فشل المنظمة أو المنشآة الصغيرة ما السبب في ذلك؟ السبب هو عدم وجود التخطيط الجيد لهذا النوع وعدم وجود رقابة لمواجهة المشاكل أولا بأول آخر معوق من المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة أن الموقع غير ملائم وذكرنا في الحصة الماضية في الخطوة الرابعة من خطوات تأسيس المنشآت هو اختيار موقع المنشآة ذكرنا أنه يعد موقع اختيار المنشآة من العوامل الهامة والحساسة لنجاح المشروع فاختيار الموقع لا يتوقف على أول مكان يجده المالك بل يحتاج إلى دراسة متأنية تعتمد على عدد من العوامل المهمة ما أهم عامل يجب أن يضعه صاحب المنشآة في الاعتبار هو وجود الفئة المشتهدفة في هذه المنطقة فمثلا عزيز الطالب إن أردت أن تبيع محل لمواد البناء هل تقوم باختيار موقع المحل في مناطق عمرانية أم تختار منطقة سكنية عمرانية يعني القصد في المثال إذا أردت أن تبيع محل لمواد بناء هل تقوم باختيار محل لمناطق عمرانية جديدة ومبتدئة أم تختار منطقة سكنية اكتملت فيها المباني السكنية بالتأكيد ستختار موقع المحل في إحدى المناطق العمرانية الجديدة إذن من المعوقات التي تواجه منشآتها الصغيرة هو الموقع غير ملائم المقصود به أن هناك اختيار الموقع يعد من العوامل الأساسية والحساسة لنجاح المشروع واختيار الموقع لا يتوقف على أول مكان يجده المالك بل يحتاج إلى دراسة متأنية تعتمد على عدد من العوامل المهمة عند اختيار الموقع إذن ما هي المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة التي تعلمناها اليوم هي أولا عدم كفاءة الإدارة ثانيا نقص الخبرة عند مالك المشروع ثالثا الافتقار إلى التخطيط الاستراتيجي رابعا النمو غير المسيطر عليه خامسا الموقع يكون غير ملائم لديك عزيز الطالب تحليل لتكتشف نفسك هل تتوفر فيك الخصائص التي تؤهلك لأن تكون صاحب منشآة صغيرة أم لا موجود لديكم في الكتاب هذا التحليل قم بالإجابة على نفسك بنعم أو لا وكلما كنت صريحا عزيز الطالب في إجابتك كانت لديك النتيجة أدق فإذا أجبت بنعم ضع درجة واحدة على كل نعم أنت وضعتها ثم قم بجمعها فإذا حصلت عزيز الطالب على درجة مرتفعة فإنه يمكنك أن تكون الشخص المناسب لإنشاء مشروعك الصغير أما إذا كانت الدرجات منخفضة فأنت بحاجة إلى مزيد من تطوير الذات وتنمية القدرات لكي تتمكن من افتتاح مشروعك بنجاح الآن عزيز الطالب سنقوم بحل أسئلة التقويم في الكتاب أجب عن الأسئلة التالية ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة نظرا لحجم لصغر حجم المنشآت الصغيرة فإنها لا تحتاج إلى عمل دراسة جدوى عند إنشائها هل الإجابة صح أم خطأ عزيز الطالب؟ الإجابة خاطئة حيث ذكرنا أن منخطوات المنشآت لا بد من إقامة عمل دراسة جدوى ثانيا تحتاج المنشآت الصغيرة لعدد كبير من الأشخاص للقيام بإدارتها منشآة صغيرة وعدد كبير من الأشخاص لإدارتها هل الإجابة صحيحة أم خاطئة؟ الإجابة خاطئة حسنتم من المهم عند اختيار المنشآة دراسة القوانين والأنظمة المحلية الإجابة صحيحة قد تعد المنشآة الصغيرة في دولة معينة منشآة متوسطة الحجم أو كبيرة في دولة أخرى الإجابة صحيحة لا تحتاج المنشآت الصغيرة إلى وضع خطط استراتيجية كما هو الحال في المنشآت الكبيرة الإجابة خاطئة أكتب تعريفا عاما للمنشآت الصغيرة مع ضرب الأمثلة ذكرنا أنه من تعريف المنشآت الصغيرة هو منشآة عادة يمتلكها فرد وتتمثل في المحلات الفردية للبيع بالتجزئة ومن أمثلتها مغاسل الملابس ومغاسل السيارات والمكاتب السياحية والمطاعم وغيرها اختر الموقع المناسب لكل نشاط من الأنشطة التالية معطينا نشاط ومعطيك موقع مناسب تختاره أنت عزيز الطالب محل لبيع الهدايا والزهور ما هو الموقع المناسب له؟ قرب المستشفى أو قرب المطار أحسنتم مؤسسة لنقل وتوزيع مياه الشرب في وسط حي سكاني أو بالقرب من سوبرماركت أو بقالة وغيرها أحسنتم محل لبيع مستلزمات البحر وصيد الأسماك الموقع المناسب له؟ بجوار البحر محل لبيع العصيرات والوجبات الخفيفة بالقرب من مجمع مطاعم أو في أحد المولات والأسواق رتب خطوات تأسيس المنشآت حسب ما تعلمنا في الحصة السابقة الخطوة الأولى هي البحث عن أفكار وفرص استثمارية الخطوة الثانية هي التوصل لفكرة محددة للمشروع أما الخطوة الثالثة هي إعداد دراسة جدوى والخطوة الرابعة هي إعداد خطة عمل لتنفيذ المشروع أما الخطوة الخامسة هي الحصول على التمويل اللازم والخطة السادسة هي اختيار موقع المشروع أما الخطوة السابعة هي تأسيس المشروع والخطوة الثامنة هي تشغيل المشروع والخطوة التاسعة هي المتابعة والتقييم أربط كل عبارة في القائمة الأولى بما يناسبها من القائمة الثانية النمو غير المسيطر عليه هو من معوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة القدرة على الابتكار والإبداع هو من خصائص التي تتوفر في صاحب المنشآت الصغيرة وصف عام للمشروع يعتبر من محتويات الخطة العامة للمشروع تساعد في توظيف الأمثل للموارد المتاحة يعتبر من أهمية دراس عفوان من المعوقات التي تواجه المنشآت التوسع والتطوير يعتبر من أهداف المنشآت الصغيرة وبهذا أحبتي تحدثنا عن المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة شكرا لكم حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته